موسيقى البركة كم ولاد صار عندك سيد اسلام ايه والله ما عديتهم من زمان دكتور بس بعتيت عدوا لثلاثين ما شاء الله ما شاء الله اولاد خير وبركة من عد الله دكتور شو بنا وكلهم مسلمين على دين الله ان شاء الله طيب بل كي واحد منهم شراد وحاد عن الله والرسول تقطع العلاقة معه لا بقطع راسه دكتور العمى بقلبك تقتل ابنك الشرع واضح وما فيه اي التباس دكتور من بدل دينه فاقتلوه ايه بس هاد ابنك فلدت كبتك والدم ما بيصير مي سيد اسلام لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشيرتهم بس الاية ما فيها حث على قتل الاقارب نحن هيك بنفهمها يا دكتور بدك تعلمنا اصول ديننا يعني لا العفو منك تعرف سبب نزول ايه دكتور لا ما بعرف قال ابن مسعود نزلت في ابي عبيدة بن الجراح قتل اباه عبدالله ابن الجراح يوم احد وقيل يوم بدر يا الهي في واحد بالدنيا بيقتل ابوه هاد انسان بلا اصل دكتور هذا الصحابي الكبير عبيدة رضي الله عنه ما بهم مين هو اللي بيقتل ابوه لأي سبب كان هو بلا اصل وبلا نخوة وبلا شرف ايه علينا تابع تابع اذا عبارة لو كانوا اباؤهم نزلت في عبيدة وعبارة ابناؤهم نزلت في الصديق ابو بكر وشو عمل أبو بكر؟ أبو بكر يا سيدي كان بدو يقتل ابن عبد الرحمن ودعا لي المبارزة بس الرسول خاف على أبو بكر ومنعه وعبارة إخوانهم دكتور نزلت في مصعب بن عمير وشو عمل مصعب؟ قتل أخاه يوم بدر يا إلهي كيف الواحد بيقتل أخوه؟ إيشو هدين هاد يا؟ خليني كفي لك يا دكتور وعبارة عشيرتهم نزلت في عمر وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا أقاربهم عدبة وشيبة والوليد بن عدبة حين استشار رسول الله المسلمين في أسار بدر فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بن العم والعشيرة ولعل الله تعالى أن يهديهم وقال عمر لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله؟ وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلان من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادات للمشركين ولك بعد كل هالإجرام كيف إليك عين تقول أنه الإسلام دين سمح شو خص هاي بهاي يا دكتور؟ وبعدين الصحابة والمسلمين ما عملوا هذا الشي من عند أنفسهم بل اقتدوا بالرسول لأنه الرسول كمان حارب عشيرته وأقاربه طبعاً تعلموا من الرسول وكل أمحة مسوسة إلها كيال أعوار شو أصدك دكتور؟ أصدي ما عد فيه جنون أكتر من هيك بتحب نكفي دكتور؟ لا لا كفيت ووفيت طيب نقليها للجلسة الآدمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر